رمالة وسيد محمد الشلالد وزير العدلة الفلسطينية السابق بالطبع تستمع إلى ضيوفي الكرام وفيما يتعلق بالمفاوضات تنص المفاوضات الراهنة على انسحاب إسرائيل من أراضي لبنان وفقا للقرار الأممي 1701 كيف يمكن إعادة تطبيق هذا القرار الأممي الذي تعرض لانتهاكات واسعة من قبل أطراف الحرب وكيف أيضا يمكن أن تكون هناك ضمانات طبيعة هذه الضمانات التي يمكن أن توضع للالتزام به يعني بداية إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تنتهك مثاق الأمم المتحدة سواء في قطاع غزة أو في لبنان وذلك تنتهك المادة 2 بنت 4 عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها وبالتالي هذا خرق فاحش لمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنعقد على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية وبالتالي المطلوب من إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال يوميا تقوم بقصف وتدمير وقتل المدنيين سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة وهذه جريمة دولية وهذا ما تم إصدار مذكرات القبض والاعتقال بحق نتنياهو وغلانت من كبل المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي هذه مسؤولية تطبيق القرار 1701 وكافة قرارات الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تقع على عاتق مجلس الأمن الجهة التنفيذية لحفظ الأمن والسلم في العالم لأن ما يجري في فلسطين وفي لبنان لا يهدد الأمن والسلم في هذين البلدين وإنما يهدد الأمن والسلم في العالم وبالتالي هذه مسؤولية الأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة وإسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر من محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة وإسرائيل ملزمة كذلك باحترام وتنفيذ القرارات الدولية سواء بما يخص لبنان أو ما يخص الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة وبالتالي أقول أن بالرغم من خرق ومن موقف الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بالاستمرار في عملياتها العسكرية في غزة وفي لبنان هذا يعتبر مشاركة فعلية في الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتنعقد على هذه الأفعال المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية وبالتالي حان الوقت لنضع حدا لهذه الدول وخاصة بعد صدور مذكرة الاعتقال والقبض بحق القادة الإسرائيليين حتى نضع حدا لعدم الإفلات من العقاب وعدم الإفلات من العقاب يشجع هذه السلطة يوميا بارتكاب العدوان على لبنان والعدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي هذا يحتاج إلى موقف إقليمي عربي إلى موقف إسلامي ندعو هذه الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأن هناك فقط خمس دول عربية مصادقة ومنضمة وثاني ندعو هذه الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام إلى الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا حتى يتم خلق جو قانوني مؤثر على المحكمة الجنائية ومحكمة العدد الدولية وثالثا لا بد من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصم هذه الدولة بدولة الفصل عنصر الأبرطايد لغايات فرض عقوبات عليها عقوبات اقتصادية دبلوماسية سياسية وبالتالي بدون فرض العقوبات والقانون الدولي بدون جزاء وعقاب يبقى حبرا على ورق بدون أي فائدة قانونية